على قدم وساق تتواصل جهود استخراج جثامين ضحايا الفيضان الذي ضرب مدينة الدرنة شرقية ليبيا فرق إنقاذ دولية وحدت جهودها غرفة عمليات مشتركة يقودها الجيش الليبي ومع انتشار فرق الإنقاذ التي توافدت من عدة دول تم انتشال العديد من الجثث غير أن المزيد من الضحايا لا يزالون داخل السيارات التي غمرتها المياه واستقرت في مياه البحر ولا شك أن انتشال الجثث التي لا تزال قابعة في السيارات تحت المياه يتطلب جهودا إغاثية أكبر وتوفير دعم إضافي بالمعدات والأفراد وهو أمر أكد توافره رئيس أركان القوات الجوية الليبية الفريق محمد المنفور لسيما مع انضمام جهد جوي وبحري من عدد من الدول غرفة عمليات القوات الجوية موجودة في قاعدة لبرق الجوية تتباح مرتوبة وطبرق بوبلينة فيها عدد كافي من الطائرات من السلاح الجوي العربي الليبي وأيضا معانا طائرات وأطقم من السلاح الجوي العربي المصري ومعانا طائرات وأطقم من السلاح الإمارات عمودية وتم اكتشاف عدد من السيارات غارقة في البحر ممكن حوالي ثمانين سيارة في عائلات وهذه الغطسين العاديين ما يقدرونش يجيبوهم وإن شاء الله فيها عمل بيتم إخراج كل الناس اللي غرق حتى اللي في السيارات في قاع البحر وعلى أرض درنة يتكشف يوما بعد يوم هول الكارثة التي ألمت بالمدينة وتبرز صور حديثة التقطت أثناء الكارثة المياه الجاريفة التي اجداحت أركان درنة وآثارها المدمرة ورغم مرور أيام على الكارثة لا تزال الشوارع مثقلة بركام المنازل المهدمة وبالأتربة والأوحال التي جلبتها المياه كما لا تخل الشوارع من السيارات المغمورة وبالمنازل المهدمة في مشهد رهيب لأنقاض مدينة أصابتها طامة وعمها خراب هائل ترجمة نانسي قنقر